وإلى الزيارة التي قام بها حاكم إقليم شاريبا جرمي قام بزيارة ميدانية إلى المواقع التي تضررت من مياه السيول بمركز إداري الليناء برفقة محافظ مقاطعة شاريبا جرمي هارون أباد مركز إداري ليناء وبعض القرى التابعة له تحاصرها مياه السيول ولمعرفة تداعيات هذه الكارثة الطبيعية فإن وفدا رفيع المستوى بقيادة حاكم إقليم شاريبا جرمي بورتشوغي ويدو وبرفقة محافظ مقاطعة شاري الغالي أدم كوري والقيادات الأمنية والشيوخ التقليدين قاموا بجولة ميدانية بالمناطق التي اشتاحتها المياه وهذه المناطق هي ضواحي ليناء أما القرى جرمبل مشيطيري وكلكولاية فقد تضررت من الفيضانات الأمر الذي دفع سكان هذه القرى بالنزوح من قراهم ولم تسجل أي خسائر سوى في المزارع التي غمرتها المياه إضافة إلى تضرر بعض المباني السكنية الهشة وقد اضطر القراويون بتدبر حلول مرحلية عاجلة لسيطرة مياه السيول عبر ردم الأتربة واستخدام الأحطاب لتكون سدا بين بعض القرى وسرعة هذه السيول حسب وصفهم وتشير بعض المصادر إلى أن عملية استصلاح بحر ليناء هي السبب في انهدار المياه إلى المناطق المنخفضة والوضوع يوحي بأنه قد عادت المياه إلى مجاريها التي يعود تاريخها إلى عام 1962 بحسب سكان هذه القرى كما انحضرت المياه حتى وصلت إلى منطقة جوي التابعة إداريا إلى مركز إداري ليناء وهنا أيضا مساحات زراعية شاسعة غمرتها المياه كما فصلت قرية كاركام برسيد عن القرى الأخرى ووصلت السيول إلى مدخل منطقة جوي وأمام هذه الحالة فإن حاكم الإقليم فقد أبدأ أسفه ونشد المنظمات الإنسانية والحكومة ومؤسسة القلب الكبير بالتدخل العاجل لإغاثة المتضررين من هذه الفيضانات كما توقف الوفد بمقر الدرك الوطني لمركز داري ليناء للإطلاع على كمية الحطب الذي صادرته قوات حماية الغابات من المهربين وعمر الحاكم بتقديم كل من سولت له نفسه بقطع الأشجار إلى المحكمة كما زار الحاكم بورتشوكي وايدو والوفد المرافق له مدرسة ليناء التي تضم ثلاث مراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية وقد شدد حاكم إقليم شاري باكريمي على ضرورة إرسال الأطفال إلى المدارس وخاصة تمدرس البنات التقت مؤخرا نائبة البرلمانية منصور حامد نوري بنساء مدينة فيا حاضرة إقليم بوركو وقد دار اللقاء حول مكافحة الزواج المبكر ودور المرأة الشادية في تنمية وتقدم المجتمع محمد حسن آذر هذه الحملة التوعوية التي قامت بها ممثلة إقليم بوركو النائبة البرلمانية منصورة حامد نوري برفقة حاكم الإقليم داوود حماد بشير للأوساط الشبابية والنسائية تمحورت حول إدة مساء الرئيسية منها مسألة مكافحة الزواج المبكر والأضرار الصحية الناجمة عنه وكذا مسألة تعليم الفتيات بالإضافة إلى الحد من مشكلة التنقيب العشوائي للمآدن بشمال البلاد النائبة البرلمانية منصورة حامد نوري أشارت في حديثها أن أهمية المرأة ودورها الفئال التي تقوم به تجاه المجتمع وقالت أنها تؤد جزءا لا ينفصل بأي حال من الأحوال كما أنها مكون رئيسي للمجتمع بل تتعدى ذلك لتكون الأهم بين كل المكونات لأنها تلأب دورا جوهريا في توعية المجتمع بقدراتها ومهاراتها في الإقناع مكافحة التنقيب العشوائي في المنطقة بجانب حتى على أهمية التعليم ومكافحة الزواج المبكر في أوساط الفتيات لقد صلتنا الضوء على أهم المشاكل واستمعنا إلى مداخلاتهم وقمنا بتوصيتهم لأن المرأة هي نصف المجتمع تقوم بتربية الجزء الثاني إذا انطق عليها مسئولية المجتمع تقول هذا وكما تداخل حاكم الإقليم داود حمات بشير بكلمة شكر فيها النائب البرلمانية على هذه الرسالة التي تعتبر في غاية الأهمية موضحا بأن الشوطة الضرورية للإصلاح والرقي والتقدم والتنمية هو إصلاح الفرض وليس إصلاح المباني والطرقات وبهذه المداخلات الغنية من قبل النائب البرلماني وحاكم الإقليم أزدل السطار على هذه الحملة التوأوية بتقديم مبلغ مالي من قبل النائب البرلماني منصور حامد نوري لصالح التجمعات النسائية وجمئيات المجتمع المدنية قام حاكم إقليم سلامات بزيارة إلى المؤسسات والإدارات التابعة للإقليم بهدف تفقد سير العمل بهذه الإدارات حسين النور التأرف على الأوضاع الإدارية ومعرفة الاحتياجات والصعوبات التي تواجه العمل من حيث الخدمات بإقليم سلاح هو الحدف من الزيارة التي قام بها حاكم الإقليم للمحافظات والمراكز الإدارية التابعة للإقليم فبعد تفقده إدارة المحافظات ومندوبية التجارة والعمل الإداري وإدارة الأراضي وشباب قام حاكم الإقليم رمضان إردبو وبصحبة عدد من معاونيه بزيارة لمقر الجمارك والمندوبية الصحية وقطاع التنمية الريفية وقد اطلع الحاكم إلى التحديات الحالية التي تواجه سير العمل ولاحظ النقص في البنية التحتية والعمال بجميع تلك الإدارات وأكد حاكم إقليم سلا رمضان إردبو أنه سيفعل كل ما بوسعه من عجل توفير المتطلبات والمعدات الأساسية كما طلب من العاملين في الوقت ذاته العمل بروه المسئولية من أجل تحقيق حداف السلطات العليا في زل الأوضاء الصعبة التي تعيشها البلاد